نكمل بتاعتنا. على حسب هنبتدي نعمل اول حاجة ان احنا نعرف ان كل كلمة منهم في معينة لازم نحفظها. في كده كان حتى حاطتها على منتو جميلة جدا. نعرف بها ديت. هنبتدي اول واحدة فيهم اللي هي بتاعتناها بقولك ان العيان واقف كده وبص عليه. انا زودت معها ان انت ممكن يكون العيان دينامج بيتحرك عشان نفتكر الجيل ومن ننسهاش. النمر اه نمر اتنين اللي هي بتاع الاس رقم واحد اللي هي فيها السيمترياتي. المقصول بيها هل المصل على ناحيتين زي بعض ولا فيه مصل ابنورمالي. اس التالتة هي الاسكن. الاسكن هنا بيتعبر عن ايه? عن 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 ساينس. هفحص ازاي واحدة بواحدة. بابوس عليه. بتاعه فين? هل هو برباء ببقى معه. حاجة اسمها كيلويد. هل اللي موجود ده فين مكانه? هل هي بتاعبر عن انفكشن? هل بتاعتها? طيب. النسبة للفيل دي رقم اتنين. بابوس بظهر ايدي الاول بحصة. ثم بوش ايدي بحصة هل هي او بون? اخي الحاجة بترك دي دي لو فيه موجودة على العضل. بعد كده الموف الموف باسس العيان اكتف وباسس ومسل باور. دي مهمة جدا. اكتف يعني العين هو اللي بيعمل الموفمينت. باسس انا كدكتور انا بكمله الموفمينت. بالنسبة للمسل باور لازم افحص عضلة بعضلة. وديها من زيرو الى خمسة اللي هو المسل باور سكور. اول حاجة ان هو زيرو رقم واحد في لكرز يعني راحش كده في العضلة. رقم اتنين. العين هو اللي بحرك بس وزي جرافتي. نمرة تلاتة رقم اربعة رقم خمسة الفرق بين رقم اربعة وخمسة ان النورمال باور ان هو اخر حاجة بنتفحصها هي بتاع كل لو انت شغال الابر للم لتفحص كل من اول بتاع الابر للم هنفحص نفس الكلام اللي هي الفيموري الارتري. الدرزالي زبيدس والبستيرو تيبيل never missed it.